ولمناقشة الموضوع نستضيف رئيسة حركة إنقاذ نورا الجروي أهلا بك نورا ربما نتكلم عن الألغام هذه كثيرا ومعاناتها بما تفسرين تضييق الميليشيات الخناق على المدنيين في ناطق سيطرتها طبعا ما يقوم به الحوثين اليوم ليس جديد عليهم هم منذ ثلاث سنوات انتهاجون سياسة التجويع سياسة الإرهاب سياسة التعذيب لكنها زادت بعد أحدث ديسمبر طبعا ما يقوم به اليوم هو طبعا استمرار لجرائمهم أيضا خوفهم من خروج الشعب عليهم خوفهم من رفض الشعب لهذه الان ما يقوم به طبعا من انتهاجات شي بشعة جدا سياسة القمع وسياسة الإرهاب وسياسة التجويع وسياسة التلغيم وسياسة التفجير كلها سياسات انتهاجتها مليشية الحوثين للبقاء حتى تبقى هي تظن انه بهذه التصرفات وبهذه الانتهاكات قادرة على البقاء برغم انه لو تدرك ان هذه الانتهاكات قد تنقلب بشكل غير عادي عليها اليوم احنا لا نعول على مليشية الحوثينية غير سياستها لكننا نعول على المنظمات الدولية وعلى الشعب ايضا انه يرفض هذه الانتهاكات ان يقف امام هذه الانتهاكات بوقفة صارمة لانه لن تستطيع عصابة سيطرة على شعب اكمل او استمرارها في استمرار هذه الانتهاكات تضل عامة من ابناء الشعب اليمني نعم نعم في رأيك لماذا تحاول المليشية تستهدف المدنيين في المناطق التي يتم تحريرها طبعا هو غضب هي بتحبر عن غضبها مليشية الحوثي بتحبر عن غضبها في القاء القذائف على المدنيين في المناطق التي خرجت عن سيطرتها ايضا محاصرة المناطق التي خرجت عن سيطرتها عبر الخطوط المساسة التي تربط المحافظات ببعضها البعض كلها بسياسات لاركع الشعب وعودتهم طبعا اليوم الحوثيين وضعوا في وضع يعني من يرى المشهد اليوم بشكل صحيح يرى ان الحوثيين خرجت كثير من مناطقهم مناطق عن سيطرتهم بالذات بعد احداد ديسمبر اصبحوا يعني في مناطق معايا حدداء داخل العاصمة صنعاء الحديدة ايضا خرجت كثير مناطق عن سيطرتهم ايضا في صعدة في مناطق في خولان كثير من المناطق قرجت عن سيطرت الحوثيين فهم الان بيعبروا عن غضبهم بعبروا عن جنونهم كلما مارسوا اكثر ارهاب كلما مارسوا اكثر عمد هم يعبروا عن جنونهم وعن غضبهم لأنهم وصلوا لمرحلة عدم السيطرة على انفسهم لو مارس الشعب ايضا عليهم ضغوطات اكثر لو المجتمع الدولي الان احنا معنا مش مؤتمر في عمان في الاردن ولقاء مع عدد كثير من مكاتب المنظمات الدولية الحقوقية وأيضا مفوضية سامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة كلها سنكون صوت للمواطن اليمني وسرد كل الانتهاكات التي تقوم بها مليشي الحوثي ضد المواطنين التي أصبحت تفاقت كل الجرائم التي ارتكبتها كل المليشيات أو الجماعة الإرهابية في العالم حتى تفاقت داعش والقاعدة كل هذا هو مردود على جماعة الحوثي كل هذا أيضا مستقبل جماعة الحوثي ما هو الذي سيكون مستقبل جماعة الحوثي جماعة قتلت جماعة هجرت جماعة شردت جماعة ارتكبت كل الانتهاكات وكل جرائم الحرب على الشعب اليمني هل سيكون لها مستقبل سياسي في القادم؟ لا أعتقد ذلك لأن الحوثيين فاقوا كل يعني يتخطوا كل شيء أسقطوا كل شيء أسقطوا كل القيام الإنسانية القيام الحقوقية القيام الدينية فأعتقد أنه سيكون القادمهم شنيع وسوف يرتد هذا على الجماعة في المستقبل سوف يرد الشعب عليهم بالمثل وسوف تكون القادم لن يرحمهم هل هناك لديكم آلية تواصل معينة وتشبيك مع منظمات خارج اليمن لإوصال معاناة الناس وكذلك الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات؟ طبعا من أول ما خرجنا بدأنا تشبيك مع عدد كبير من المنظمات الدولية مؤتمر جنيف أيضا شاركنا فيه شارك عدد كثير من الشباب وشارك فيه كان هناك ورق عمل خاص صابع لسرد جرائم التي يقوم به الحوثيين في اليمن أيضا الآن كما قلت لش فيه مؤتمر أيضا بالأرنون وعى زيارات لعدد مكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات الدولية لحقوق الإنسان كلها تقارير بيتم إصدارها الآن حتى لو تحاول المجتمع الدولي من يقول هناك إن فيه مؤامرة وفيه تغافل من المجتمع الدولي بالنهاية سوف يردخل المجتمع الدولي لن يستطيع أن يغضي الطرف أكثر عن ما تقوم بهجراء من الحوثيين من جرائم تجاه اليمن لا بد أنه الآن في تكتل كبير الآن بيتم الإعداد به لتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية كما تم تصنيف حزب الله سوف يتم تصنيف جماعة الحوثي آجلا أو عاجلا جماعة إرهابية لا يحقلها الظهور في البشد السياسي في المستقبل ارتكبت كل الانتهاكات التي لا تجيز لها أيضا في المستقبل هذا أيضا كل ما ارتكبت مزيدا من الجرائم للحوثيين كل ما أصبح مستقبلهم شنيع يستحيل أن يكونوا موجودين في القادم وكل هذا طبعا كما قلت للسابقة أنه مردد عليهم وإن شاء الله كما أيضا في لقاء مع لجنة الخبراء أيضا سوف يطرح منه انتقاذ لجنة الخبراء واحتجاج أيضا لابد أن يسرد جرائم الحوثيين لابد أن تسرد ولابد أن يكون هناك تقارير دولية تدينها أيضا سرق المساعدات أيضا هذه نقطة مهمة جدا أربعة مليون يعني مساعدة تكفيل أربعة مليون مواطن يمني تسلبها ستنهبها مليشيا الحوثي الإرابية كل هذه الجرائم لن تمر وسعاكب عليها الحوثيين آجلا أو عاجلا ولن حتى الحوار أو التقادم لن يقفل هذه الجرائم نعم تعاني النساء الأمرين جراء عبثة المليشيات واستهدافها أيضا للمدنيين في الجهن طبعا يتعرضين لقذائف المليشيات والألغام ثم يتحمل أيضا مسؤولية تربية ورعاية أولادهم في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة تعليقك طبعا المرأة اليمنية هي كانت شيء مستهدف من الصراع والحرب هي أكبر مستهدف أكبر متضرر من الصراع والحرب يتحمل ظروف اقتصادية ظروف اجتماعية ظروف سياسية ظروف أمن واستقرار معدوم مواد غذائية أيضا وجانب ضمان اجتماعي أيضا معدوم كل هذه نتائجها سلبية وكارثية على المرأة اليمنية ومع ذلك المرأة اليمنية صامدة وواقفة واليوم تواجهة الترسانة الحوثية وتواجهة السلاح الحوثي وتواجهة الشاشة الحوثي وبقوة بكل سرعة وترفض ما يقوم به بانتهاكات تجاهها يعني لا يعني هذا أنه كل الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها الحوثيين بحق الشعب اليمني بشكل عام لكن بحق المرأة بشكل خاص ارتكب انتهاكات مهولة وهذا أيضا لن يغفله العالم ولا يغفله المجتمع الدولي والمرأة اليوم تسجل أيضا صمود أسطوري في وجه الحوثيين وناشدها مزيدا من الصمود ومزيدا من الثبات لن يستمر الحكم الحوثي لأنه بني على باطل ومن بني على باطل فهو أكيد منتهي ما يقوم به انتهاكات أيضا لن تمر يجب مواجهتهم يجب رصد كل الانتهاكات اللي يقوم بها الحوثيين تصوير وتوثيق لأنها ستهمنا في المستقبل وفي الوقت الحالي يجب أن لا تمر كل الانتهاكات هذا نعم هذا بالنسبة للمرأة بالنسبة للأطفال يعيشوا أيضا في اليمن أوضاعا مأساوية مع استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في ممارسة انتهاكاتها في حق الطفولة وأيضا استخدامهم كما يعلم الجميع وقودا لحربها العبثية أيضا كيف تقيمين موقف المنظمات الدولية إذا ذلك؟ طبعا الأمور واضحة وجلية للجميع الحوثيين يزجون بالأطفال لجبهات القتال وهذا محرم دوليا في القانون الدولي أن الزج بالمرأة والطفل في الحرب هذا يعتبر من المحرمات الدولية ومن جرائم الحرب التي يعاقب عليها دوليا طبعا شاهدنا قبل يوما صور للرئيس مليشيا الحوثي محمد الحوثي وحوله كم مهون من الأطفال بمعنى أن الجماعة أيضا استنفذت طاقم الشباب الخاص بها يعني اليوم هو بو استهلاك للشبابنا والأطفالنا اليوم كلها بالانتهاكات وكلها بالصور هي مردودة أيضا عليهم وميوثقون بانفسهم جرائمهم أنه أنا أكون حول زعيم عصابة من الحوثيين حوله كل هذا كلكم من الأطفال فهذا أيضا يوثق ضد الحوثيين زجب الأطفال والألغام أيضا استهدفت كثير من الأطفال أيضا القذائف أيضا تستهدف الأطفال التعليم أيضا واستهداف التعليم أيضا في المناهج التربوية أيضا كان فيه يعني خطاب الموت خطاب أنه أين ستذهب يا أحمد سوف أذهب إلى الجباه يعني بمعنى أنه الطفل لا تتعلم لا نريد أطباء ولا نريد مهندسين نريد مقاتلين الشعب كله حولوا من أطفال برأيك كيف يمكن حماية الأطفال من استغلال الميليشيات لهم وأيضا مساعدتهم على إكمال تعليمهم طبعا علينا أن نحن كلنا يعني لا بد أن نحن نستوعب كثيرا أنه جماعة الحوثي هم أقليات في الأول والأخير هم أقليات هم حاولوا أنهم يغرسوا الخوف والهلع والجبن في قلوب الناس وهذا سيزول مع الوقت كل ما مارسنا أكثر كل ما وجدنا العامة من الشعب خطاب ثوري قوي كل ما وجدوا قيادات قوية في الواجهة والتي تقول أن الحوثي زائل وأن الحوثي منتهي وتواجز ترسانة الحوثية سوف يتشجع الشعب وهو من سيواجههم التوعية أيضا مهمة جدا التوعية للشعب إنما يقومون الحوثيين هو جرم يعني بحق الشعب اليمني أيضا منع أطفالنا في البيت مهم جدا أن نحن نردد لهم بالروح بالدم نفدي كيامن كل العبارات الحوثية إسقاطها كل شعارات الموت يجب أن نقف ضدها لأنه الطفل هو المستهدف الرئيسي من هذه الماليشيات وبإذن الله أيضا بعد إسقاط ملايشة الحوثي وهذا قريب بإذن الله للحياة القيوب أنه سيتم أيضا عمل دورات تدريبية للأطفال نفسيا إخراج كل ما أراد الحوثيين اليوم غرسة في عقول الناس سوف يزول وسوف ينتهي لأن جماعة إرهابية شكرا جزيلا رئيس حركة إنقاذ السيدانورة الجروي شكرا للمشاهدة